طبعاً زي ما حضراتكم عارفين الحوار الوطني بيتم المناقشة فيه فيه تلات محاور المحور السياسي، المحور الاقتصادي وكذلك المحور المجتمع المحور الاقتصادي تحديداً حصل على أعلى نسبة من إجمال المقترحات المقدمة خلال الجلسات التحضيرية وهي 37% وده بيعكس أهمية هذا الحوار سواء بالنسبة للناس بشكل عام شخصية العامة الخبراء المختصين اللي بيشاركوا في هذا الحوار عشان كده إحنا النهاردة هنتكلم عن يمكن أهم الأضايا والموضوعات المتعلقة بالمحور الاقتصادي خاصة أنه بيضم تمن لجان زي الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والاستثمار والعدالة الاجتماعية وسياسة ملكية الدولة نحب دلوقتي بضفنا في الستوديو الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جامعية رجال الأعمال المصرين الأفارقة أهلا بيك يا فاند بنوار أهلا بيكو أهلا مصر وررا Twelve وارغ نور عليكو مصر كلها أهلا محضرت يعني في البداية عايزين نعرف أهم القضايا يمكن اللي فردت نفسها على المحور الاقتصادي في الحوار الوطني طيب في البداية خالي بieties اتكلم فيما يتعلق بالحوار الوطني وأول حاجة شك Franc��� المشاهدين الحوار الوطني مفتوح للشعب المصري كله عبر شاشة إلكترونية عبر بورت إلكتروني موجود فيه كل الأراء وكل الناس في مصر تقدر تكتب مكترحاتها وآراءها ومشاركاتها مش قصر على الإخوة الممثلين الموجودين سواء في الليجان مقررين أو موجودين في الحوار القطن دي معلومة دايماً أبداً بنتساءل عليها أنه من حق أي مواطن أنه يبقى في حالة حوار حول هذه القضايا الهمة جداً ويمكن القضايا الاقتصادية تحديداً في الفترة الأخيرة نظر من ظروف عالمية وظروف أقليمية وظروف محلية وظروف كانت عندنا في موروث داخلي الأربع أو الخمس تحديات اجتمع عالمياً وفي مشاكل وأزمات اتصادية عالمية اتصدرت لبعض الدول في العالم احنا مش بنشتغل في منأة بعيدة عن العالم احنا في وسط العالم وبالتالي عندنا ظروف وتحديات لابد أن يكون المواطن على بعد متساوي من هذه الظروف والتحديات نقدر نسمع مع الرأي والرأي الآخر نتحدث نتناقش نتحاور هذه هي الطريقة المسلى للوقوف على المشاكل والتحديات وعضع الرؤى لكي نستطيع أن نحله دي باختصار شديد جداً المدخل إلى السؤال المطروح في الشارع المصري ايه فايدة الحوار الوطني او عاملين حوار وطني ليه عشان نجسد الموضوع بالنسبة للناس الأمر المتعلق بالشأن الاقتصادي ربما ثقافة الاقتصاد في الفترة الأخيرة صنعتها الظروف الصعبة لدى الشارع المصري والشارع المصري بات أكثر اهتماماً بقضايا الاقتصادية بات أكثر قرباً بمشاكله بات هناك موجات من التضخم مرتفعة جداً قدت إلى غلاء أسعار في بعض السارع الأساسية وبالتالي لا يوجد صوت يعلو في الاهتمامات لدى الشارع العادي إلا المحور الاقتصادي الخاص في حياته اليومية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو المؤسسة أو على مستوى مجتمع القطاع الخاص أو مجتمع المال والأعمال أو على مستوى الحوار الدائر ما بين كل هؤلاء والحكومة المنفذة لسياسات معينة كان لازم نشوف العديد من القضايا والمحاور ونسمع فيها رأي الناس واللي ممكن من خلالهم فعلاً نخرج بمخرجات لأنه برضو خلينا نتفق أنه التنفيذ في الآخر بيكون على شعب فأنا بد أن يكون فيه أكبر مساحة مشاركة بوجودة الاتصاد عندنا في بعض المشاكل وبمواجهة نظري أنا الشخصية نحن كنا في مرحلة التحول بعد مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية وإعداد الدولة إلى النهوض اقتصادياً حتى 30 ديسمبر 2018 وكنا على مشارف التحول إلى ما يسمى بالاقتصاد الإنتاجي أو التوسع في المشروعات الصناعة ومشروعات الزراعة وبالتالي بيجي بعدها منتج جيد وبالتالي بيجي بعدها التصدير وبالتالي بيجي بعدها مرفع مستوى احتياط النقضي الموجود في البلد ووجه التحديات جات جائحة كورونا وجات التحديات اللي بعد جائحة كورونا وجات قزمة روسيا أوكرانيا بعد تحديات جائحة كورونا فأربكة المشهر الاقتصادي بشكل صعب إن احنا نقدر نلاحق فيه طبعاً أنا دائماً بتكلم على أن احنا كمان عندنا على طول الخط زيادة سكانية على طول الخط كل سنة 2.5 مليون نسمة على طول الخط فيه ضغوط وبالتالي كان لازم يبقى فيه الحوار أنت مشاكلت إيه؟ وأنا شايف وجهة نظري إيه؟ وانت القضايا دي نقدر نحلها إزاي؟ عشان كده لو اتكلمنا في الملفة أو المحو الاقتصادي هللاقي عندنا جزء التعلق بقطع الصناعة والصناعة في مصر تحتاج إلى مزيداً من الاستماع وإلى تضافر الجهود بنتكلم على قيمة مضافة للروماتيريا للمواد خام بنتكلم على إعداد كوادر صناعية بنتكلم على كهرباء بنتكلم على مية بنتكلم على طاقة بنتكلم على أراضي صناعية بنتكلم على رسوم وموارد الصناعة بنتكلم على حواف الصناعية بنتكلم على توسيع الصناعة بنتكلم على تكنولوجيا ودخل تكنولوجيا بنتكلم كمان كتير جداً في حوارات كتير جداً في الصناعة في تحديات بتواجه المصنعين في استرواد بعض المواد الخام بنتكلم على تطوير بعض المصنع وزي ما دخلت نبادة تبدأ في تطوير بعض المصنع عند مستوى معينة بالصناعات وتم عرض جزء كبير جداً في عيد العمال والمصر إلى دولة قادرة على تصنيع جزء كبير جدا من احتياجاتها وتصنيع العديد من المنتجات وفق مواصفات قاسية عالمية للدخول في السوق العالمي وفق التلافسية وبالتالي ده مفهوم لا يحقق من اتجاه واحد لا يحققه المواطن ولا يحققه العامل ولا يحققه صاحب العمل ولا يحققه حكومة الجميع لازم يتحاور لازم يوصل إلى مفهوم ازاي احنا هنشتغل منظومة الصناعة ليه لان العالم دخل على صورة صناعية ربعة دخل على تقدم كبير جدا في الصناعة وانت جاي اساسا منهك القوة فيما يتعلق بظروفك الصناعية مانتش قادر توفر رو ماتيريال مانتش قادر توفر ايد عاملة جائدة جدا ومهرة في القطاع الصناعة البحث العلمي والتكنولوجي مش مربوط جدا بالقطاع التطبيقي يعني عندنا بحث علمي لكن ما هواش مطبق او ما هواش بطلع سر صنعة او نوه هول منتجات جديدة موجود بس مش بالقدر الكافي في الجزء التطبيق يعني ممكن يكون في الجزء الاكاديمي بشق كبير لكن ما هواش متحول الى تطبيق صناعي تقدر من خلال تخرج تطلع منتجات تكون انت الملك للعلامة لها انت الملك للنهاء واللي ساب الصناعة بتاعها انت المتسيد فيها في الجزء معين من العالم ده محتاج شغل الشغل ده برضو مش هيجي من اتجاه واحد هيجي من حوار بين حكومة وما بين رجال اعمال في قطاع الصناعة ما بين مجتمع مدني ما بين متعلمين ما بين مثقفين ما بين مستخدمين ما بين عمال هو ده الحوار الوطني اللي انا عايز اوصله فيه ما يتعلق بملف الصناعة الى هذا الملف الملف مهم جدا ما تقدرش تقطع فيه شغل طويل بدون يبقى عندك ملف الزراعة ان الزراعة بتطلع مخراجات هذه المخراجات بيتم عليها بروسسنج او معاملات صناعية قبل ما نروح للزراعة بس نكمل شوية برضو في الصناعة ودعم الدولة المصنعين والمستثمرين بشكل عام اهمية وضع سياسة ملكية الدولة في هذا الملف ده ملف تاني يعني من ضمن الملفات زي ما يعني استعرضنا في البداية في الملف الاقتصادي عندنا كذا محور مهم جدا منه وثيقة سياسة ملكية الدولة هنا خليني بس اقف وقف عند الوثيقة ربما احنا يعني بتشوف الصورة وبتشوف المشهد اللي حاصل الدولة بدأت عام 2016 و 2017 لكي يعني تحط نفسها في عملية انقاذ في بعض الموضوعات اللي ما يقدرش القطاع الخاص يقدر اشتغل عليها مشروعات يعني زي دخول في مشروعات للصورة المحجرية والمعدنية زي شغل الخاص باللخام او بالأسبنت او بغيره مشروعات متعلقة بمصانع كبيرة مصانع اسمدة ومصانع مختلفة فكان لازم الدولة تتدخل في هذا الشأن ولما تدخلت في هذا الشأن بشكل عشان خطر تحقق اكتر من محور قضاء على بلقراطية تنشئ مصنع بسرعة تستطيع الاسعار ده كان مرحلة لوجود العديد من الشركات ويوعد تكوينها ويوعد سيغتها هذه المرحلة بيليها على طول عملية ادخال القطاع الخاص في هذه الشركات اللي مملوكة للدولة فالدولة مين بمسألة بمسألة قطاع خاص وقطاع حكومي ومواطنين فحنا عشان برضو تبقى الدنيا واضحة فبالتالي النهاردة فيه صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي ده انشر بقرار سنة 2018 وبالتالي فيه حد محترم جدا المسك مدير التفايل السندوق وبعد بعضها التخطيط وترقصه السيدة الدكتورة هلاء السعيد وزيرة الاقتصاد وزيرة التخطيط وبالتالي انت عندك تقييم واعداد لهذه المشروعات وحوار حول طرحها اللي هيشتريها ده لازم يفهم هيشتري ايه وهيشتري ازاي وده فيه وثيقة بينها وبعض اللي هتتحول بعد كده الى عقود واسهم وحسس وفيه حد يقول يصنع عنهم مصانع معينة او سركات معينة او النسب هتبقى كام وهيخش بصناعة وهيجيب تكنولوجيا من بره يضفها على التكنولوجيا اللي موجودة ولا لأ هيشتغل ازاي هياخد حصة كام كل ده موجود في الوثيقة كل ده مطروح للرأي والرأي الاخر كل ده عشان خطر نبقى ما يبقاش يقولك يعني ما نسمعش الكلام اللي اسمعناه في الخمسينات وفي الارباعات ده راحوا بقعوها ده بقعوها بكام ده بقعوها بمين ده بقعوها ازاي لا ما مش عايزين ده قد ما احنا عايزين نحاكم الامر بشكل جيد جدا انه ده يتم طرحه ويتم تناوله حتى اعلاميا ويتم وصوله الى الناس والشارع بشكل جيد وبالتالي اللي هو قادر على الدخول سواء بالمستثمر المحلي او المستثمر الاجنابي وفقا للاطروح اللي موجودة ووفقا للسياسات الموضوعة ووفقا للقوانين اللي بتحكم وتعظم الربح والاستفادة من هذا البيع يبقى ده هيقود على المواطن وهنا برضو خلينا نوجه يمكن حتى بعض الناس ممكن يكون مش كل الناس من حتى المشترين اللي هم المفروض ان هم مرشحين للشارع مش عجبهم برضو الطريق ما مش كل واحد لان كل واحد عايز يشتري على دماغه كل واحد عايز يشتري بما يحقق اكبر ربح بالنسبة له بطريقته هو ولكن فيه ناس تانية فيه نافع عارفين كواس جدا ان العملية فيها جزء من العدالة الاجتماعية لانك انت ما بتبيع حاجة من دي هتعود كنعكس على مين هي حق المواطن مش حق اي حد وبالتالي لازم يكون ده مفهوم واضح جدا ومفهوم جيد جدا علشان خطر تقدر تحقق عملية الطرح بشكل جيد جدا بما يحقق كل الفايدة في اوجه المكعب الست ان المشروع ام التعظيم عمله ما يتوقفش بعد بيعه وانه بيكون بيحافظ على الاصول اللي موجودة فيه بل بيناميها بيحافظ على العمالة اللي موجودة فيه بل بيدربها وااهلها بيبدأ يبقى فيه توسع في ذلك بيطلع جزء معين عشان يزود نتج المحل الإجمالي لجمالية مصر العربية وبالتالي ده فرصة سانحة جدا انك تتطبق هذا النموذج في مشروعات اخرى كتير وبالتالي اذا نجحت في المصنع ده وبيعته كويس دعم المصنع اخر وبيعته كويس بيقولوا كيفية استغلال موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها بشكل جيد في مرحوات ما فردت عليك انك تخش في المربع ده يعني قلبها لك برضو دي حتة مهمة جدا الدولة او الحكومة او القوات المسلحة المصنعية ملك الدولة وملك الشعب ما كان لها ان تدخل هذا المربع الا ان الظروف هي فردت عليها ده انت خارج من احداث سياسية اربع سنوات عندك مشاكل كتير جدا عندك تحديات كتيرة جدا هتبدأ منين الحكاية مين النهاردة قادر يطلع اتنين مليار جنيه في مشروع كبير ولا في مشروع كذا واللسل من كانت بالمناسبة على المشروع المستقبل مصر مبارح واللسل من كلا هذا المشروع وازاي الدولة لما جهزت هذا المشروع دخلت المستثمرين بعد كده ورجال الاعمال الاستثمار في المشروع جاهز هي دي النقطة النقطة ان انا برضو عشان اعيد يعني انت ما دخلتش المربعات دي بطل انت مجبر انت امام شعب مية وعشر مليون مية وخمستاشر ما عندك اخوة اشقاء عشرين مليون موجودين في مصر عندك ارتزامات ما عندكش طاقة عندكش طرق ما عندكش عندك بيروسيو عندك مشكلة صحة عندك حيات كتير جدا هتبدأ هتبقى تبدأ ازاي هتجيب مستثمر من برة تقوله تعالى اعملي مستقبل مصر هيقولك انت ما عندكش طريقة ارقبش عليه ما عندكش كبرى يروح عليه ما عندكش مطارة انزل فيه ما عندكش كهرباء بتنور وما عندكش طاقة طب اجيلك ازاي لكن لازم تدخل انت تعمل البنية التحتية دي كلها وبتبدأ تشجع الناس اللي موجودة لكن ايه الفكرة عشان نلقي حالة الصراع مبين اللي انا عايز ادخل بس ادخل بمزاجي كي قطاع خاص وان التاني عايز يبيع وحافظ على اكبر عائد ممكن للشعب بتاعه هي دي الحتة اللي عايزة وحوار دي الحتة اللي محتاجة حوار وطني ليه لانه لا تعالى نستوعب مع بعض ان انا مش عشان انت راجل خدت على استثماره الرقسمالية وتعظم ربحك وتسيبني انا مشاكل مع المجتمع من عكاسات العائد من الانبياء ده هيخش على اشياء خصر هذا الشعب الشعب ده بحاسبني وهو المالك الحقيقي والشعب هو مصدر السلطات وبالتالي لازم يكون فيه حوار مهم جدا عشان نصل الى الصيغة المسلة اللي بيها انا باع لك حصة او شريحة وباع لغيرك ووفق الالية ووفق القوانين بحيث تكون مناسبة وتحقق المعارضة السليمة طب ده لو انا عملته من اتجاه واحد وقلت هو ده اللي عندي يبقى فيش حوار طب لو سمعتك تزم اسمعك عشان قطل تقولي وجهة نظرك ايه وبعد ما تقولي وجهة نظرك ايه فيه قاعد في الحوار كيف في الطبقات المجتمع وقاعد في الحوار في المفتوح بورتر الالكتروني دائما يقول الحوار قائم على التفاهم للإقناع يعني ما فيش مناظرات بتحصل الموضوع بيتفاهمه مع بعض هكذا كمان تبعنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وشفنا ان الكلمة دي يعني اعطت زخم كبير وتعبير عن ارادة الدولة سياسية ان هي تقف وراء الحوار واخراج افضل ما يمكن اخراجه تحديدا على الجوانب الاقتصادية بتشوف ده ازاي يعني عن النهاردة مستثمر اجنبي قاعد بتابع اللي بيحصل قاعد بتابع الحوار الوطني وشايف دعم الدولة الكبير لمخرجات هذا الحوار ويعني انا ساعيتها اقول لا يعني تمام الناس دي عارفة هم ال points of strength فين او القوة فين والضعف فين النقاط الضعفة عايزين يطلعوا باحسن افكار شوف انا فيه انا كمستثمر خارجي او كواحد مشاهد الوضع الداخلي او محلي او مستثمر محلي هيبع عندي مرحلتين في الرؤية في التحليل مرحلة الاولى في اسناء الحوار الان وطريقته وما يجري فيه فده هاخده بشكل جدية واخده بشكل يدي الانطباع ان هناك من يبحثون عن الحلول وهناك من يعني يتفوضون من اجل يعني احداث يعني ازاحة ضبابية المشهد والعبور من محاطة اللي يقين والخروج من عنق الزجاجة لمشاكل والتحديات اقتصادية جاءت نتيجة ظروف كتير جدا شرحناها فده هتطميني جدا وهيخليني لحد كبير مرحليا قاعد بتفرج ومنتظر على شوق الى المخرجات والمخرجات هي النتاج اللي كل الجميع بنتظرها لانه احنا عندنا قضايا كتيرة جدا تتعلق بساساسة النجدية المواطنة المستوصلة المحتاج يتحرك فيها ويرتاح فيها جدا عشان يعرف يتحرك بشكل جيد ثبات ذلك مع ثبات احتياط الدولاري او العملة الدولارية الموجودة وبالتالي يقدر يعمل معدل تكاليف مزبوطة ويقدر يزبط استثماراته وحجم التوسع في استثماراته بشكل جيد عايز يشوف القضاء على البيروقراطية فيما يتعلق في ملف تحسين مناخ الاستثمار وبالتالي اتدعينا نتحدث عن الفرق ما بين قوانين الاستثمار واللوايح ومناخ الاستثمار القوانين واللوايح ليست بالضرورة قادرة على تحسين مناخ الاستثمار تحسين مناخ الاستثمار إلى المنفذين إلى المطبقين إلى أدوات حكومية موجودة بشكل أو بآخر وفيها موروث قديم وفيها إرث قديم وفيها أعليات محتاجة رقمنا محتاجة حوكمة محتاجة شفافية محتاجة سرعة إنجاز محتاجة تدريب على ذلك محتاجة ميزانيات التدريب على ذلك قولي ده يتم وصول إلى هذه المخراجات كيف سنصل إلى هذه المخرجات حتى نستطيع أن نؤكد ونبرهن ونثبت للمتابع أن هذه هي الجدية وهذه هي النتائج وهذا هو التحسن وده يبقى من إعكاس حقيقي لما يحدث فيه الرؤية الأمر الآخر أنه كل ده الناس بتتفرج عليه برضه في حوار وطني تعلق بقى بالمخرج النهائي للشارع والمواطن المواطن عندما يرى كل ده بيحصل قدامه ومع لش يعني يمكن بعض الناس آه فهمة قويس اقتصاد لكن مالوش علاقة أن اقتصاد ده علمه وأنه له اقتصاد قلي واقتصاد جزئي وفيه معادلات وفيه محاور فيه مستثمر مباشر ومستثمر غير مباشر كل ده في الآخر بيقول طيب أنتو بتعملوني كل الكلام ده أنا عامل أو موظف أو بره شغلي بنزل اشتلي الحاجة فبلاقي سعرها مرتفع فلابد أنه أنا إمتى هتسيطر على سياستك للمالية وسيترع تضخم وسيترع على الأسعار وسيترع على الأسعار في السرعة الأساسية طيب كيف سأواجه فطورة المعيشة بتاعتي سواء في دخول مدارس أو في تربية أولاد أو فيه أو علاج أو صحة أو تعليم أو أول آخر كل هذه المخرجات هتوقف في النهاية أمام مصدقية لهذا الحوار إنعكاس النتائج على هذا المجتمع هتخلينا ندخل على فاكرة بعد 6 شهر في حوار آخر وحوار الثالث عشان نفض استمارية الحوار دي من أجل بناء دولة عصرية وجمهورية جيدة بشكل جيد دي النقطة اللي أعزة أتكلم فيها مع حضرتك الناس في اهتماماتها برضو عندها ترتيب أولويات مهتمة بالمحور الاقتصادي في المقام الأول بعدين المحور المجتمعي بعدين المحور السياسي أهم حاجة زيما حضرتك ذكرت إيه إنه هو لما احنا بنعمل خطط وبنتكلم في اقتصاد كله واقتصاد جزئي واستيراد واستثمار وكل الكلام ده هو بيقول طيب ده كلام جميل جدا في النهاية أنا اللي بيمسني بشكل مباشر فهل من الممكن مثلا من المقترحات اللي بتقدم من الناس من الاستفسارات اللي بتقدم من الناس أن تفرت قضية جديدة في المحور الاقتصادي أم أن القضايا الموجودة في المحور الاقتصادي هي مغطية كافة جوانب المشاكل الاقتصادي الموجودة لا شوف خلي بالك أنا شايف أنه فيه قضايا يعني أو محاول رئيسية وزوك الرط احنا استعرضناها في الأول لكن فيه محاول فرائية ومحاول التحت الفرائية كمان يعني خلينا نتكلم على مثلا السلوك الاستهلاكي ده جزء من الاقتصاد طب جيش على التجار ده جزء من الاقتصاد طب قريات السوق ده جزء من الاقتصاد دور المستثمرين على فكرة يعني دورهم النهاردة ايه فتحسين المناخ الاستثماري على الفكرة كمان هو الفكرة كلها ان كل الناس تازم تفهم اننا شركاء واننا جالسين ينتفق مش جالسين نختلف لانه يعني يعني مشكلة كلها ان التحديات وضيق الوقت وصرعة الحلول المطلوبة مفيش رفاهية وقت وبالتالي المستثمر او رجل الاعمال او رجل القطاع الخاص قديني هنا اوجهني ده مهم جدا وبمثبت وجودي معاكم انه من حق انا واحد اشتغلت في مصر وتعبت في مصر وصروتي كرجل اعمال وخيري بنيته من مصر ومن ارض مصر ومن رمل مصر انا صحيح تعبت وجبت الموظفين وحولتها الى مكان جميل وكل حاجة لكن منساش ده لمجرد اي هزة عنيفة وابدأ او الوح بان انا مش عاجبني البلد او مش عاجبني التحديات او مش قادر اتحمل التحديات يعني مش احنا بنقوله لا انت مش متضرر قلنا متضررين ومن حقك ان تعبر عن هذا التضرر ومن حقك تعبر بشكل او باخر لكن دعونا نقدم محور الوطنية على اي محور اخر يعني حتى زمان بيتت يعني عندي علاقة بالمجتمع الامريكي وبالطبع الاوروبي يعلموا الناس هناك ان الاطار العام لامريكا هو اهم من اي اطار اخر يعني نختلف في الديمقراطية نعمل بس تخلي بالك الوطن اولا الوطن اولا عندي نقاط كتير او يا عزة تكلم مع حضرتك فيها بالذات عن الموضوع ده لكن الاول هننوح لفاصل وبعد نرجع نكمل بقيت حدثنا مع حضرتك الدكتور يوسري الشرائي المستشار الاستثمار الدولي هننوح لفاصل ونرجع من بعد خليكم معنا لسه فقرتنا مستمرة مع حضرتك مع دكتور يوسري الشرائي المستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال اعمال المصريين الافارقة وكنا نتكلم عن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني هو محور غاية في الاهمية الناس مهتمة به بشكل كبير جدا تساؤلات واستفسارات ومقترحات بتقدم في هذا الشأن لأنه طبعا احنا عرفين الاقتصاد ده بيمس حياة المواطنين بشكل مباشر وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن دعم رجال الاعمال او دعم المقدم من الدولة لرجال الاعمال هل حضرتك شايف ان الدولة محتاجها تدي مزيدا من الدعم والمحفزات لرجال الصناعة عشان يشاركوا ولا هذا التوقيت مش بتاع الدعم من الدولة هو فقط محتاج تكاتف من رجال الاعمال مع الدولة حتى نعدي نعبر هذه المرحلة وبعد كده نبتدي نتكلم في الدعم المقدم خليني هنا اقف عن الجزئية مهمة جدا وجديدة شوية انه فكرة ان مصر بتقدم دعم هي بتقدم دعم ومصر بتردى عباء صدرات وبتقدم دعم صدرات لكن برضه في النهاية احنا وصلين لمشاكل مع مجتمع الموضة والاعمال ومشاكل مع معاناة القطاع الخاص يعني فكرة الدعم تيجي نغير شوية ونقول حاجة مهمة جدا الدعم انت ممكن تديه للقطاع الخاص مش لازم يكون دعم مادي لكن لما تنهيله مشكلات بسرعة لما تخلص له الترخيص بسرعة لما زي ما حصل بدأنا نفكر وده بدأ نشتغل عليه مؤخرا رخصة زهبية والكلام لازم الزهبية دي 15 واحد او 20 واحد او 30 رخص انا عايزة تبقى تلاف واحد وعايزة تبلغل مع تلاف واحد الفست تراك والحاجات السريعة انا باعتبر ده انا شخصيا جزء كبير جدا من الدعم اللي هو معطل كتير جدا في التعامل للقطاع الخاص يعني لو قعدنا مع مجتمع القطاع الخاص سودان بنوعد ده بشغلنا وانا بسفة رئيس جماعيات الجال عمال نصينا فارقة بقعد كل يوم مع مجتمع ده لجنة صناعة وفيه لجنة اخرى انا عده لجماعيات اخرى لكن القضية كلها انه حاول تسرعلي البيروقراطية وتنهي الاجراءات البنكية ومحاولة انهاء الرقمنة والحوكمة والشفافية في التعامل السريع انجاز المعاملات سرعة انهاء الاعمال عشان اقدر ادخل التنفسية ادعمني في الخروج في التسويق الخارجي ادعمني في الخروج في ان انا ابعت عيناتي بسرعة يعني كل دي حاجات بالنسبة لي انا ربابا تكون اوجه الدعم محتاجة مزيدا من القاءة ضوء ومزيدا من العمل عليها بشكل اسرع وبشكل افضل لانه الردي مصري لو انت متابع قويس جدا وكلنا متابعين ما انا بقدم بقالي كم سنة اعباء ورد اعباء صدرات ودعم صدرات طب اللي نتائج مش طالعة ولسه عندنا تحديات وعندنا مش هيكل وليس بتشتكي ليه انا شايف ان في وجهة نظري تعدد اشكال الدعم وتعدد اوجه الدعم اللي مش بالضرورة تكون دعم مادي او كده انهيلي مشكلة الاراضي الصناعية انهيلي مشكلة ضريبة العقارية على الاراضي الصناعية بشكل يعني بعيد الامد شوية ما تضغطش علي كتير جدا في ان انا في طريقة الاستيراد والتصدير للخيمات بتاعتي وسائل الاولية ده جوز في المقابل انا كمان مجتمع المال والاعمال انه لو افترضنا نعمة 100 واحد او 200 واحد فرض يعني كمثال برضو لازم يبقى عندنا 80-90% عندهم حسن استغلال هذا الدعم وحسن التعامل معاه وحسن التوجه الوطنية الى ما تحتاجه الدولة يبقى احنا الاثنين لازم نبدأ نشتغلها انا مش هديت حاجات على حساب حاجتين انا ما عندش عشرين تأتيتين واحد هو عايز ياخد دعم وعايز يعمل مش عارف ايه وكل حاجة هو عايزها في المقابل ان هو مش عارف يحافظ على عماله مش عارف يفتح فرص عمل اكتر مش عارف يفتح على موظفينه بيسيب فلوسه برا بيصدر بضاعه وخليلي فلوس برا ما تجيش يعني خلينا نحسبها انه انت لما هتعمل كده وانا هعمل كده وانت هتعمل كده في النهاية مش هنوصل لحلول يعني وبالتالي يعني احنا زي ما بيقول ايه بنطلع بعثات تجارية الافريقية من بلنا 40-50 سنة طب ليه معناش نتائج بمستوى اوسع من كده لاني لازم نغير مش نوقف البعثات نغير الطريقة نغير الالية نغير منهجية التعامل مع المجتمع الافريقي نغير كذا فلازم انا مش ضد ان انت تلغي ملف قديم قد ما بقولك في الحوار الوطني هات الملف ده وعيد سياقته واضيف ليه مجموعة من الافكار والحزم الجديدة بشكل يعالج الدفوهات او الاخطاء اللي موجودة حتى تستطيع ان تحصل على النتائج يعني فيه قاعدة مشهورة جدا ليس بنفس المعطيات ونفس الطريقة تنتزل تاج مختلفة وبالتالي احنا محتاجين نشتغل على هذا الجزء من الطرفين من الجاربين خلينا انا اوضح حاجة مهمة جدا اضلاع البسلس ثلاثة الرجل الاعمال او القطاع الخاص او السوق القطاع الخاص لو بمثل 24 مليون النهاردة عاملين في القطاع الخاص و6 مليون عاملين في الدولة اجمالي سوق العمل في مصر فده جزء والدولة والحكومة والمواطن التلاتة لازم يكونوا على بيّنة من الأمر وعلى يعني ادراية وثقافة وخلينا اقول لك ان احنا يعني يمكن الحوار الوطني وكلمة السادة الرئيس اعود تاني الى ما بدأنا انه احنا محتاجين للأمانة في موضوعات كتير جدا نزود مربعات الوعي وبقول مربع كلمة مربع يعني اربع اضلاع يعني ما ينفعش تبقى عندك وعي عن موضوع من جانبينه وفي جانبين تانيين لا او تلك جوانب وجانب لا لازم تزود المواطن عندنا لازم برضو يشوف نصر الكبال مليان شوية وهو رغم ان هو بيعاني وانا مع قولي المعاناة ومش هنتكلم على يعني حتى معظم الطبقات النهاردة فيها معاناة وفي مشاكل التحديات العالمية وتحديات اقليمية يمكن ربما الظروف الاقليمية اللي بنمر بيها اصعب ما يكون اخر شهر وفي شهر رمضان ومن 15-16 ابريل احنا في تحديات اقليمية غير مسبوكة في دور الدور ده بيؤسل على ملف اقتصادي ما فيش ادنى شك ده ممكن اتكلم فيه كتير لكن انت لازم تبقى اخد بالك من دول فبالتالي لازم تبدأ ما فيش ادنى شك لازم تغير نمطك الاستهلاكي كل ما قبل يا جماعة بالنسبة لي انا نمط الاستهلاكي ما قبل 2022 في العالم حاجة واللي جاي دعوتي حاجة تانية خلص مش بالضرور انا كنت تبقى اعمل واحد اتنين تاتة اربعة خمسة هتقدر التعرف تعملهم لازم تحاول تأدبت يعني تأقلم نفسك ان فيه امور معينة محتاجة عدد تنظيم المناطق الاستهلاكي في نفس الوقت فيه تاجر وسيط بين القطاع الخاص اللي بنتج سواء في الزراع او في الصناعة او في التاجر الحيواني او اولاد الغزايا او الملابس او او افر وما بين المستحرك الاخير برضو يحاول بقدر المستطاع يتخلى عن منظومة الخلف من بقرة ويتخلى عن السلوك في التجارة المختلف او الخارج عن اطار المألوف في نسبة الربحية ومنخشش في منظومة الجاشة عن تجارة صعبة جدا كل الناس دي شق ركعة في الحوار الوطني بالضبط الحركة بتقوله ده هو طبعا داعيات الأزمة العالمية اللي العالم كله بيمر بيها النهاردة احنا نقدر نستفيد ازاي بالحوار الوطني ان احنا نطلع بمخرجات تفيدنا ان احنا نخفف عن الاعباء يمكن على المواطن او تقلل من حدة هذه الأزمة هو شوفي مخرجات الحوار الوطني اذا ما اتفقنا لازم اول حاجة هو عايز يشعر المواطن يشعر بانه معدلات البطالة نزلت وبالتالي في فرص موجودة عشان ابنه يشتغل وزوجته تشتغل وهو يشتغل وبالتالي نحسه على العمل يبقى في فرص عمل جيدة جدا ده واحد من اهم المخرجات عشان يبقى عنده دخل الامر التاني نحاول نزبط العلاقة ما بين دخله وما بين الاسعار المتدولة في السوق ودي عملية مواجهة التضخم اللي احنا بنتكلم عليها اللي الدولة بتحاول تواجهها مواجهة التضخم لها اكتر من طريقة في المتعلقة بالسياسة النقدية وبالتالي يشتغل البنك المركزي بطريقة او باخرى وفقا للظروف اللي احنا موجودين فيها ووفقا لحالتنا لان برضو في نقطة مهمة جدا تتفقي او تختلف معايا ان البنك المركزي والدولة والحكومة في الساعة على ما يسمى بالاقتصاد الرسمي طيب والاقتصاد الغير رسمي اللي راح جاب دهب بسبعة طن في شهر وهي الفكرة كلها برضو احنا شركاء في هذه الوطن والمقرجات المنتظرينها باسباب احنا لازم تكون شركاء فيها طبعا لازم تكون شركاء فيها يعني انا الخوف من بقرة والتحوط والخوف على رأس المال وخوف على حاجات كتير جدا وعدم موجود الدراية الكافية خل مجتمع يشتري بدلا يتحول من سبعة كيلو دهب في الشهر معدل استهلاكه الى سبعة طن في ثلاث شهور هو اشتري بسرعة لانه هيغلى شهر الجاي ما هو انت انت بتبقى من العوامل المسببة في زيادة قالت ان الناس في العرب من ثلاث أسابيع لأربع أسابيع لفاته أو في رمضان تحديدا قالوا ان معدل الزيادة في أسعار الدهب في بيع المستهلك للناس اللي مستخدمهم مش موجودة في العرب بالشكل ده اطلاقا وفي دور كتير وفي قياسات كتير وبالتالي يعني انا علي ايه في المخراجات ان انا برضو محتاج ان الدولة عليها مخراجات تتعلق بالتدخم تتعلق بفرص العمل تتعلق بتوافر السلع توافر فرص عمل توافر مناخ استثمار نجاز باستثمار أجنبي انهاء ملف سياسة ملكية الدولة عشان يبقى بالتالي فيه مشاركة كبيرة من القطاع الخاص وبالتالي يتبقى فيه فرص عمل أكتر يقول لها مخراجات وعلينا احنا كمجتمع ايضا ان نتحول في النمط الاستهلاكي ونتحول فيه منظومة تسعير جيدة الى حد كبير يعني النهاردة انا شايف من وجهة نظري ان كل واحد في الشارع بيصعر زي ما هو عايز اي حاجة يعني اي حاجة النهاردة ببيع دي بكذا طيب خلاص انا هبيعها بقرب كذا وبالتالي ده مش هيستمر في 50-60 سلعة مش هيستمر في حتى اصول سبتة حتى في شراء واحدة سكنية حتى في شراء كذا يعني الدنيا ما احنا ماشيين بنصعر وفقا للهوى وللمزاج والخف من بقرة وما فيش قلية التسعير اللي بيحكمها قلية السوق وفي نفس الوقت برضو يعني انا استيل ما شفتش في وسط الغلال حصل في السنة اللي فاتت دي ما عرفش انتو مواطنين بقى قبل ما تبقوا اعلاميين يعني بسمعناش مثلا عن كامبين معينة ان احنا قطعنا البيض او اللحوم او في حاجة معينة اسبوع ما عملناش يعني نفسي كنت مشوفتش انا في مصر في اي وقت بقالي احنا بن يعني الساوند او السيغة بتاعت الغلاء بقالها فترة وده حقيقة يعني ما حد الشي يدر ينكر يعني ما بنقولش ان حد يبداعي لكن ما شوفتش في المقابل برضو سلوك مجتمعي وقابل قابل سلعة واحدة ما ليحصل لفترات بس ما بتكملش ما بسمعتش لي في تريند على السوشل ميديا كده مثلا زي ما ناس بتمسك اي موضوع ما روش اي لازمة في العالم وتقعد في تشتغل عليه حضرية كامان بتتكلم يعني ممكن سلع غزائية ده فيه سلع ملهاش بالزبط عايزة قوي يعني والناس ما بتطعهاش يعني ما عملناش تريند انا بتكلم معموما يعني برينستورم وده صحة طبعا طبعا ده مفروض ان انا نعمل كيف طب المفروض ان انا مسلا انا اقول لك الحاجة يعني انا مسلا واحد يقول لي اصلي ده شغل ناس وده هتأثر على ناس سياسيدي ما ما تأثرش ما هو الناس دي بترفع لي اسعار بطريقة مش مبالغ فيها طب ما هو كمان بيقول ما هو اللي بيرفع السعر ده هو كمان بيقول ما انا بشتري بالغالي لا لا بص 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 احنا كلنا على بعض كده الاقتصاد ده في النمط الاستهلاكي حلقة ما تطلعش جزء منه بص فانا لما تديك واحدة سكنية تمانها 2 مليون دخلتها ب4 مليون وانت دكتور في الاياد هتعمل كشف 1000 جنيه والمدارس هعمل الحصة بمتينة بتبقى 500 ومش عارف ايه هيعمل ايه ومش عارف فهي خلي بالك بص هي الفكرة كلها التسعير اللي واخدنا فوضوي بعشوائي وكل واحد بيقنع نفسه هو بيجر وراه كل منظومة الاقتصاد في الشارع فدي لازم تهدى مننا يعني بص بعض الدول والشعوب ولازم اقول حاجة مهمة اه في عندك جزء اتعلق بالحكومة اتعلق بسياسات اتعلق بانا انا مش في المطبخ قوي وفي اداء بينقول عليه جيد احيانا وفي اداء بيحتاج الى عدد التصويب مفيش ادنى شكل لكن ده يمكن في العالم اي حكومة هتدى تديك حلول 100% دونما ان يكون فيه مواطن عنده ثقافة لمساعدتني في هذه الحلول النمط الاستهلاك بتاعي انت عندك تغيرات انت عايز خلي بالك انت عايز تعيش في رفاهية وفي مشاريع خدمية ومشاريع سياحية ومطاعم ومحلات وكفهات الحاجات دي مش لها صبلات شين الحاجات دي مش عايزة كل حجم المشاريع اللي المصريين عايزين يشتغلوا فيها ويفتحوا فيها فرص عمل وعايزين تبقى فيه محلات ومطاعم وكفهات بهذا الحجم اللي موجود في كل حتة في مصر وفي الساحل وفي هنا وفي هنا وهنا وفي القرى وفي المدن بدأت الدنيا ده كله بغير السابرات شين محتاج له حاجات تورد هارها احنا عايزين بدل ما نبقى مستهلكين نكون منتجين يعني ده ده اللي احنا مستهلكين نعمل او نحقق المعادلة الوسطية نبقى مستهلكين احنا مستهلكين بس ننتج استهلاكنا نبقى الى حد كبير المعادلة قريبة مننا على السوشال ميديا مفيش غير حاملة واحدة تمت من ثلاث سنين كانت على السيارات على عربيات نتفق على كده وعلى فكرة يعني الى حد كبير عملت عملت ادبت شوية في السوق مع بعض الناس وبعض التجر محتاجين في حاجات يعني انا رأيي الشخصي مش بسألة ان انا بقول لا او بجدع السوق للتمرب لكن بقول يا جماعة خلونا نوصل في بعض الابور الاستفزازية يعني مفيش ادنى شك بحدش يطلع يقول لي برضو في الناحة التانية موافستين الافراح دي شغل الناس ايوة هي شغل الناس بس الناس دي ما تبارغش في الاسعار ما مش عارف ايه ما شغل الناس ايوة انا طبعا هو شغل الناس وامهم لكن ما يجيش اكل عيشهم وكده لكن مش اكل عيشهم كواس جدا لكن مش اكل عيشهم انه كل يوم اشتري الحاجة النهاردة بألفين بقلي بألفين وخمسمائه هو كده وانا بقى طول ما انا بستجيب طول ما الشسوء بيستجيب وبيخلص هو السلع اللي بيجابها نعم ودلوقتي الناس ماشية بمبدأ انت كل ما تستنى كل ما الحاجة هتغل عليك فعشان كده احنا فعلا لازم ما نستسلمش ترتيب الاولويات مهمة كمان ما نستسلمش لده اهم حاجة والسلع الاستفزازي زي ما حضرتك قلت لا مش مهمة خالص دلوقتي لازم نحط في اولوياتنا كده انا زي ما كان شازي بيقول نرتب اولوياتنا ونشوف احنا محتاجين ايه دلوقتي ونعمله اللي مش محتاجينه مالوش جازمة لان العالم كله قبل 20-22 استهلاك وكان بشكل بعده وطبعا بصير تداعيات الازمة العالمية استهلاك بقى مختلف تماما كل الشكر لك الدكتور يوسري الشرقوي مستشار لاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الاعمال المصريين شكرا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شرفتنا من ورطة شهدنا بكده نكون خلصنا حلقاتنا بنشكر حضراتكم على المتابعة بكرا ان شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس المعاد وصباحكو زي الفل